لكن الفكرة المعنوية التي أردت أن أضيفها أن هذا الدرس لنا فعليا للحياة بشكل عام أن يمكن أن تبدأ بداية متواضعة لكن يمكن على مر السرين أن تتطور كثيرا وهذا الشيء الذي حدث مع WordPress عندما نشأ WordPress كبداية الكل قال أنه مجرد برنامج مجرد برمجية لإضافة المقالات والتدوين وفقط وهكذا أيضا WordPress عرف عن نفسه أنه برمجية أو بلاتفور معين من برمج معين لنشر مقالاتك مثل بلوغر وغيرها لكن على مر السنين تطور WordPress أكثر فأكثر فأكثر فأصبح الآن هناك مواقع كبيرة تستخدم WordPress بسبب إمكانيات التي يقدمها لها وأيضا سوء لها وأيضا سوء لإستخدام WordPress وأيضا الآن ما زال WordPress بتطور لم يكتفي بهذا الموضوع لم يكتفي أنه يعني أن أغلب متاجر العالم الإلكترونية تستخدم ولم يكتفي بهذا الموضوع بل استمر WordPress على التطور مثلا أنا تحدث عن متاجر أيضا المدونات العادية يعني هو من أكثر مواقع استخداما ولم يتوقف عند أي نقطة بل استمر بالتطور استمر بإيجاد الحلول استمر ذلك كيف يمكن أن أطور كذا كيف يمكن أن أحسن كذا والذي غاب عن WordPress مدة طويلة سيرى حجب التغيير الذي حدث فعليا ب WordPress وما زال هناك تغيير وإذا رأيت مثلا قرأت حديث المطورين ب WordPress أو نظرت مثلا بماذا يسمونها يعني الأشيوز أو البوغز الموجودة بالغيت هاب الخاصة ب WordPress دائما يفكرون كيف يمكن أن نقوم بتطوير كذا كيف يتمحل كذا كيف يمكننا أن نحسن دائما هناك مثل هذه الأسئلة وهذا الدرس لنا جميعا أن نكون كذلك دائما نريد أن نتطور ولا نستهين بالبدايات البسيطة مهما كانت بسيطة يمكن أن نصل الآن مثلا نحن كعرب ليس لدينا تقنيات أبدا يعني ليس لدينا بنية تحتية لكن تقنية لكن يجب أن لا يعني نخجل أن نبدأ بشيء بسيط شيء بسيط ونبني عليه ونؤمن بأنفسنا وندعم بعضنا البعض هذا هو المهم أن نساعد بعضنا البعض هذا الشيء مهم جدا فأعتقد هذا أنا الدرس الذي تعلمته من تطور بورد بريس الأخير لا أعرف أنتم ماذا تعلمتم من هذا التطور أو ربما لم تلاحظوا أن هناك درس معنوي فعليا من تطورات بورد بريس الأخيرة أو ربما لم تلاحظوا أن نكون ماذا تعلمون من تطورات بريس الأخيرة